موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبع قناتي التعليمية في هذا الفيديو سنتعرف على النماذج الأسئلة التي تكون في التست إذا تقريبا هناك ثلاثة أنواع للأسئلة التي تكون في التست كنا كمبريمسيون أغل غالبا يكون فيها واحد أوديو كنت سنتقله وكتكون الإجابات على عبارة على أوديوات كنت سنتقلهم حتى هما ونختاروا الأوديو لإجابة صحيحة النماذج الثاني هو كمبريمسيون إكريت غالبا واحد نص وشيبات واحد تيكس ونختاروا الإجابة الصحيحة أيضا كنا أسئلة تعلق بالقرامير إليكسيك إذا كما قلنا كن واحد سيبات إما أوديو أو لا إكري عندنا أوتاني كيستيان عن أنغليه عندنا 4 شوى دو غيبانس عن أنغليه إن سول بان غيبانس قد تعرفوا على شكل المصطحة إذا كما تلاحظوا المصطحة لها هي هذه إذا عندنا هنا رقم السؤال كما تشاهدون كما تشاهدون هنا لدينا التوقيت المدة الزمانية يجب أن نرده لها هنا لدينا السؤال الذي يقول لنا ضغطوا على هذا الأوديو لكي نسمعوا السؤال هنا لدينا الإجابات كما تشاهدون أو الإختيارات الجواب الصحيح نضغطوا على هذه العلامة لكي نضغطوا الأوديو ثم الثاني الثالث الرابع ومن بعد نختاروا الإجابة الصحيحة يعني الأوديو الصحيح عندما نختاروا الإجابة الصحيحة ضروري نضغطوا على كما تشاهدون ضروري نضغط على ومن بعد نختاروا يعني السؤال الموالي في العملية فهي جد بسيطة جدا إذا هذا هو السؤال الأوديو يعني النموذج الأول إذا كما تشاهدون كما قلنا la consigne in anglais إليك خيط سسغى تجوغل المام consigne يعني هنا دائما كتكون المام consigne هو أننا نضغطوا ونستمعوا الأوديو ومن بعد نختاروا الإجابة الصحيحة ونضغطوا الضروري على هذا السؤال لحفظ الإجابة دينا كما تلاحظوا نفس الطريقة نختاروا الإجابة الصحيحة بعد الاستمار الأوديوات دائما نقرأوا التعليمات دينا ونصمتوا الأوديو ومن بعد نشوفوا الإجابة الصحيحة نضغطوا عليها ثم نضغطوا على سيب مي هنا لدينا سيب بور لي ودع عبارة عن تكست نقرأوا التكست مزيئان ثم نختاروا الإجابة الصحيحة هنا لدينا الإختيارات ثم نضغطوا على سيب مي ودائما نردوا لبالتوقيت لكي لا نضيعوش الوقت نعم كما تلاحظوا السؤال السؤال كان في الأعلى نقرأوا السؤال أيضا ونختاروا الإجابة الصحيحة هنا لدينا الإختيارات كما تلاحظوا لدينا هذا النص نضغطوا على هذا الموضوع نختاروا نختاروا الإجابة الصحيحة ومن بعد نضغطوا على سيب مي ثم نمروا السؤال الموالي تقريبه بنفس الطريقة هنا الأسئلة تتعلق بالقرامة هنا الأسئلة تتعلق بالقرامة هنا الأسئلة تتعلق بالقرامة غير لكسيك وبالتوفيق للجميع إن شاء الله